لحظة وفرحة جميلة جداً عايشنا لها عايشها لنا الكبير والنادي الأهلي هو دايماً الكبير اللي بنفتخر دايماً بانتماءنا ليه هو فعلاً اللي بيرفع راية المصريين في الجميع المحافل الدولية فهو دائماً ما يكون بين كبار العالم تخطى حاجز المنافسة على المستوى المحلي مع احترامنا لجميع الأندية المصرية التي نكن لها كل تأدير واحترام وأيضاً على المستوى القاري وأصبح طموح المارض الأحمر ومنافساته مع كبار العالم هو المتميز دائماً النادي الأهلي بيسعى للأفضل والأعلى دائماً احنا على المستوى المحلي وعلى المستوى الإفريقي زي ما حضرتكم شفته الفترة الأخيرة خدنا جميع البطولات لو حضرتك مبارح تبعت المشهد في الإمارات هتلاقي الأهلي في مكانة تانية خالص الأهلي على منصة التتويج العالمي وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع كبار العالم كبار العالم ريال مدريد الأسباني باير ميونيخ الألماني ونجم نجوم العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو هي دي المكانة الطبيعية للنادي الأهلي مش تفكرنا في أي منافسة أخرى لا ده مش معناه أن احنا بنقلل من المنافسات الأخرى ولكن النادي الأهلي بالعكس بيحترم الجميع سواء منافسات أو منافسين على المستوى المحلي أو الإفريقي وده سر من أسرار نجاح النادي الأهلي ما بنقللش من أي حد خالص ولكن الأهلي فارد سيطرته على المستوى المحلي والمستوى القاري النادي الأهلي بيبص للأعلى دائما النادي الأهلي ما بيكتفيش بذلك لا النادي الأهلي بيبص لأفاق جديدة بيبحث عن أفاق جديدة عن مجد جديد يناطح به كبار العالم وكان له مأراد